الان خلينا نتعرف كيفية احنا رح نبدأ نستخدم الموديل اللي احنا انشاناها في الدرجة الاساس تلمشوفة لهذا عندنا نموذج جدا بسيط رح يبدأ يستقبل التعليق اللي احنا رح نبدأ نكتبه ضمن هذا التكس بوكس ثم بعد ذلك رح نبدأ نمرره الى الخوارزمية مالتنا لمدربة وعلى اساس الداتا اللي اتدربت علي هذه الخوارزمية رح تعمل الى protect عليها وثم رح تضعرض لنا نتيجة هل هو هذا one or zero يعني هل هو النتيجة هل هو تعليق جيد ولا لا فكيف رح نبدأ نستعمل الموديل مالتنا طبعا بالبساطة انه احنا رح نبدأ نستنسخ او نعمل copy على الملفات اللي هي هنا موجودة عندنا اوكي ناخذ الانبوت والاوتبوت وناخذ الموديل دونت سيب ثم على ذلك ناخذ الكونسوم موديل اوكي كل هذه الملفات one two three four هذه اربعة الملفات كلها رح نبدأ ناخذها وراح نبدأ نضيفها او نضيفها ضمن المشروع مالتنا فخلينا اخذ عليها copy ثم اجعل المشروع واقل هنا best اوكي طبعا احتاج انه اعدل ال name space عليها فاحنا نعرف انه ال name space مالتنا هنا ايش هو اسمه بالدرجة الاساس لو شوف انه ال name space مالتنا هو هذا باخذ كوي مثل ما هو موجود هذا ال name space واجي على ال input على الملفات على ال input وابدي اغير ال name space اوكي هنا اغير ال name space هذا اوكي ثم بعد ذلك ايضا على ال output ايضا اغير ال name space وايضا على ال console file اللي هو الكلاس الخاص فيها ال console وايضا اقوم بتغيير ال name space الى نفس ال name space الخاص فينا اوكي انا طبعا هذا الخطأ دي اشهر لماذا لان احنا ما منصبين ال ml.net كname space ضمن ال package طبعا وراح اجي على ال demo ثم على ذلك ايضا ايضا علي ثم على ذلك اذهب الى manage nugget package اوكي اعمل manage على nugget package وراح بدي اقوم بتثبيت ml.net اوكي بعض الاحيانة وبعض المشاريع اللي انت راح تشوفها انه تحتاج انه تثبت بعض الامور الاخرى ضمن ml.net راح تشوف انه اول ما تكتب ml.net احتجيك كل الامور الخاصة في ml.net فيمكن انه انت تقوم بتثبيتها بشكل يدوي اذا اريد انه تستخدم الملفات بشكل مفرد من المشروع مالتك. فهذه هي الامور دوت نيت وهذه النسخة المستخدم واحد بوينت خمسة خمسة بوينت خمسة عمل عليها تثبيت طبعا راح يبدي يثبتها اليك ضمن المشروع مالتك. قل لهنا اوكي. واننتظر من عنده الى نوتة معدن عملية التثبيت بنجاح. اذا مثل ما شوف تم اضافة كل الرفرنسز هنا بنجاح. اوكي. فالان اه ما احتاج الى هذي يمكن انه انت بدي تتخلص من هذي الموديلات اللي احنا ضفناها. فانا ما راح ابدي احتاجها مبدئيا. راح اعمل عليها remove from project multi. اوكي. طيب. الامور طبعا ببساطة ببساطة يمكن انه انا ابدي استخدم الموديل المالتي قبل اعمل عليها يعني قبل اعمل عليها او خلينا نعمل عليها save ما في عندنا مشكلة. اوكي. فالان ببساطة يمكن انه انا اعطي الانبوت واخذ الاوتبوت. ببساطة اعمل من الانبوت واعطيه للانبوت. ثم على ذلك اعمل من الاوتبوت. واخذ الاوتبوت. ببساطة يعني هذه العملية. فالان كل شي عدنا جاهز لما قمنا باضافتها ضمن هنا الباكيج. غلينا نرجع على الفورمالتنا. اوكي. نعمل على البروجيكت. طبعا هنا دا يقلك انه اه انه الامل دوت نت ما تشتغل عندنا على البروسيسر او ما تشتغل على النواة ستة وثمانين. فتحتاج انه وانت تغير النواة مبدئيا هذي النواة تغيرها الى اربعة وستين. فنذهب على هذي النقطة جدا مهمة. كليك ايمن عليها ثم على ذلك على خصائص. ثم على ذلك نذهب على تغيير التارجت مالتنا. نذهب على بولت. ونغير البلاتفورم تارجت نغيره الى اربعة وستين. اوكي. هذي طبعا العملية جدا مهمة. فلا لو تعمل على البروجيكت. مبدئيا في المفروض انه هذا الخطأ ما راح يبدي يظهر لنا. لان الامل دوت نيت ما تدعم عندنا النواة ستة وثمانين. تشتغل فقط على النواة اربعة وستين. اذا مثل ما تشوفوا الان ما ظهر لنا الخطأ اللي هو الخاص في عملية العملية العمل ضمن النواة. اوكي. فالان خلينا اعمل الحدث الخاص في البروجيكت. طبعا اللي نحتاجه عملية جدا بسيطة. راح نقله عدنا انبوت. فنقل اهنا موضل. موضل انبوت. اوكي. راح نعطي اسم انبوت. اوكي. او موضل انبوت. ثم على ذلك راح نحتاجه هو زيرو. لان هو يمثل لنا التعليق. وثم على ذلك راح اقله انه هذا يمثلي. ادي تكس فاليو. ادي تكس. النص مالتي طبعا. اوكي. النص مالتي هذا. او التعليق اللي راح يبدي يدخل الي المستخدم اللي هو هذا. اوكي. تمام. الان احصل على النتيجة. راح ابدي اعمل من الموضل اه اوتبوت. فرح اقل له انا اعدي ايه. ادي او كي. راح يكون عبارة عن اوتبوت طبعا. نتيجة نهائية. طبعا هو ما راح يكون نيو فرون موضل اوتبوت. راح يكون عبارة وليس نيوه في الاساس. راح يكون عبارة عن نيو فرون كون سوم. كون سوم. كان موضل. دوت مالتيكت. ثم على ذلك راح ابدي امرر ليش? امرر له. الموضل انبوت replies الي هو وهذا اللي أنا جهزته في الأساس في الأوتبوت أو في الانبوت مالتي الآن أبدأ أحصل على النتيجة مالتي بشكل مباشر راح أبدأ أضحها داخلي txtresult.text راح أتمثلي الأوتبوت .ish.predaction ثم مع ذلك أبدأ أعملي لها convert to strict ببساطة إذن هذا كل شيء أحتاجي خلال هذه العملية مجرد أنه أنا عملت يعني أعطيت الانبوت مالتي ثم مع ذلك أخذت الأوتبوت ببساطة هذا الكلام يبدي يتكرر على كل الموديلات اللي إحنا راح نبدأ نشتغل عليها فخلينا نعمل start على الموديل وقبل ذلك في عملية الـ debug هنا أذهب على configuration manager وأعمل new assign بالنسبة للconfiguration يعني لازم أنا غيرها إلى 64 فغيرها إلى 64 لماذا؟ لأنه هو يشتغل مثل ما قلنا فقط على 64 ثم أعمل start الآن نعطف الداتا معينة ليكون مثلا عندنا مثل الداتا السابقة مثلا عندنا good value المفروض إنه يطينيها على أساس تكون عندنا one فنقل هنا protect أوكي هناك خطأ هنشوف وين الخطأ عندنا أوكي الخطأ هو في في هذا في أعتقد إن أنا نحتاج إلى عمل على لأن إحنا قمنا بعملية استنساخة لهذا الملف أين هو الملف؟ هذا هو الملف نحتاج إلى عمل عليه من جديد ونتأكد إنه عملية الريبول تنتهي عندنا بنجاح الآن تمام نعمل start خلينا نجرب نقول مثلا آآ good value predicts أيضا هناك نفس ال دقينا إنه الموضل مالتنا هذا المضغوط هو ما تمت عملية الـ deploy إليه ضمن طبعا هذي تحدث المشاكل بسبب إنه الملف إحنا ضفناه فيمكن لو فتحت عديد فتح المشروع من جديد رحت نحل المشكلة لكن أنا أفضل إنه نعمل التالي مثلا خلينا ناخذ لهذا الملف خلينا أفتح أتأكد من عدة آآ نبدأ نفتحه هذا هو الملف طبعا أخذ على كنترول سي واذهب على هنا على اكس اربعة وستين ضمن الديباك وأضع تشوف إنه هو ما موجود عندنا أوكي ثم أضع أوكي الآن أعمل طبعا هذي المشكلة تحدث لأن بعض الملفات لما تاخذها نسخ ولسق من مشاريع أخرى تحتاج إنه تعمل عليها ستس من جديد يعني ضمن المشروع الخاص بك لذلك تيقلك إنه ما موجود أو ما لما يعمل عليه تبلوين أو بولت آآ ما راح يبدي يضمن عندك ضمن الديباك آآ فمثلا نقل هنا نقعدنا good value أوكي نقل هنا نقل هنا predicts إذن ما نشوف الآن النتيجة هي واحد طبعا يتأخر بعض الأحيان لأنه هو يبدي يعني يحتمد على الملف المضغوط هذا في الحصول على النتيجة فمثلا نقل هنا عدنا bad value نقل هنا predicts zero أوكي إذن دا يشتغل عندنا مثل لو قلت له bad good bad ثم ذلك and good يعني بنفس الوقت شوف النتيجة راح تكون عندك واحد لماذا إنه يبدي يشتغل على أقرب نتيجة معنية هنا bad and good إذن دا تشتغل عندنا الخوارزمية بشكل جيد ومفاعدنا أي مشاكل فيها وقلنا إن الخوارزمية عملية الاحتماد عملية تدريبها بالدرجة الأساس على ال data اللي أنت راح تبدأ تعطيها والوقت اللي راح تبدأ تستغرقها هذه الخوارزمية أو هذا الموديل في عملية التدريب وطبعا إحنا قمنا بنسخ الملفات وضفناها ضمن المشروع مالتنا حتى نتلافع بعض المشاكل اللي هي تصير في الأساس نتيجة لعدم تطابق بعض الأمور من أهم هات .NET اللي تبدأ تشتغل عليها ضمن المشروع أضافة لذلك لا تنسى أنه عملية ضمن Windows لازم تغير النواء الى 64 هذا شيء جدا ضروري لازم تقوم بتغييره الى 64 بت لا تشتغل على Any CPU شكرا